بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم وحياكم الله طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي التعليم المستمر أهلاً بكم في لقاء المتجدد في درس من دروس مادة لغتي من هذا الفصل الدراسي الثالث حبت أن نحن على مشارف نهاية دروس هذه المادة في هذا الفصل الدراسي الثالث وصلنا يا حبتي إلى الجزء الثاني من درسنا التواصل اللغوي أتواصل كتابياً كتابة رسالة تواصلية هذا هو الجزء الثاني من درسنا بسم الله الرحمن الرحيم الكفايات المستعددة أولاً تعرف العناصر الرئيسة للرسالة التواصلية اثنان تمييز العناصر الرئيسة للرسالة المقروعة ثالثاً كتابة رسالة تواصلية مكتملة العناصر أحبتي بارك الله فيكم نفتع على الصفحة المطلوبة الظاهرة على الشاشة أمامكم صفحة ثلاثمائة وإحدى عشرة ويظهر كذلك أمامكم الرمز الرقمي الذي بإمكانه بإمكانكم مسحة للوصول إلى درسنا نراجع مكتسباتنا السابقة للحبتي التي علمناها في الجزء الأول من هذا الدرس ما مكونات الرسالة؟ ما رأيكم؟ تعرفنا على مكونات الرسالة التواصلية ما هي؟ أحبتي بارك الله فيكم أحسنتم نعم لدينا البسملة ولدينا كذلك اسم المرسل إليه واسم المرسل وكذلك المكان والزمان وأيضا ماذا؟ عبارة الختام أحسنتم بارك الله فيكم كل هذه يا حبتي مكونات للرسالة التواصلية تظهر أمامكم على الشاشة اسم المرسل وتوقيعه البسملة اسم المرسل إليه عبارة الاستساح التحية نص الرسالة عبارة الختام والتاريخي والمكان أقرأ وألاحظ حسنا هذه رسالة التواصلية أمامكم نقرأها سويا بسم الله الرحمن الرحيم الجبيل في واحد رمضان 1443 للهجرة عزيزتي جواهر عزيزتي جوهرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمد إليك عبر هذه المسافة الجغرافية الشاسعة التي تفصل بيننا يد المحبة الخالصة والعفاء الدائم مهنئة مهنئة إياك بقدوم شهر رمضان المبارك راجية المولى عز وجل أن يهله عليك وعلى أفراد أسرتك بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والصحة والعافية بلغي تهانية لوالديك العزيزين الذين أكن لهما كل محبة وتقدير أستودعك الله بقلب عامر بالحنين والشوق إليك صديقتك سلما بسم الله الرحمن الرحيم في الأعلى ما هذا المكون من الرسالة؟ ما اسمه؟ أحسنتم البسملة الجبيل في واحد رمضان هذا ماذا نسميه؟ أحسنتم بارك الله فيكم التاريخ والمكان عندما قلنا عزيزتي جوهرة ماذا نسميه؟ اسم المرسل إليه ثم السلام عليكم ورحمة الله التحية أو العبارة الافتتاح ولدينا أمد إليك إلى محبة وتقدير هذا ماذا نسميه؟ أحسنتم نص الرسالة ثم لدينا في الأخير عبارة الختام واسم المرسل وتوقيعه سبعة عناصر ومكونات رئيسة إذن استنتجنا يا حبتي مما سبق أن الرسالة وسيلة مهمة من وسائل التواصل الإنساني حتى في ظل انتشار الرسائل الجوال والبريد الإلكتروني تتكون يا حبتي هذه الرسالة من سبعة عناصر تجعلها في شكلها أوظفتها متميزة عن بقية النصوص وهذه العناصر هي واحد البسملة اثنان المرسل إليه ثلاثة المكان والتاريخ أربع عبارة الافتتاح خمسة نص الرسالة وهو الكلام الرئيس في هذه الرسالة ستة عبارة الختام وآخرا السابع اسمي اسم المرسل وتوقيع أكتب من الرسالة التالية ما يناسب كل عنصر من على أصيرها السبعة هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم ما هو العنصر هنا البسملة أحسنتم حائل في ثلاثة وعشرين رجب ماذا نسمي هذا المكان والتاريخ أحسنتم صديق العزيز حمد اسمه المرسل إليه عندما قلنا السلام عليكم ورحمة الله نسمي هذا ماذا أحسنتم التحية أو عبارة الافتتاح ولدينا تلقيته ببالغ الأسى والحزن الشديدين إلى الرضوان نسمي هذا ماذا أحسنتم نص الرسالة أو نص الأساسي وفي الختام إنا إليه وإنا إليه راجعون هذا نسميه عبارة الختام وصديقك المخلص ساعة اسم المرسل وتوقيع هيا نطبق بارك الله فيكم هنا في هذه الرسالة نقرأها سويا أقرأ الرسالة وحددوا في كل منها اسم المرسل اسم المرسل إليه عبارة الختام مكان المرسل تاريخ الرسالة غرض الرسالة حسنا أين اسم المرسل؟ أحسنتم سعد اسم المرسل أخوك فائز في الأخير أولا نقرأ الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم المدينة المنورة أربعة شوال ألف عرمية واربعين للهجرة أخي سعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزدان منزلكم بمولود جديد وبهذه المناسبة يسرني كثيرا أن أعبر لكم عن فرحتي وسروري وأقدم لكم التهاني الحارة راجيا من العلي القدير أن يحفظه ويبارك فيه وأن يجعله من حفظة كتاب الله بارك الله لك في المولود ورزقت بره وشكرت الواهب أخوك فائز الآن نحدد أناصر الرسالة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم المدينة المنورة هي المكان والتاريخ أخي سعد أحسنتم المرسل إليه السلام عليكم هذه عبارة الافتتاح إزدان منزلكم إلى الواهب هذا نص الرسالة وبارك الله لك في المولود هذه نسميها عبارة الختام وأخوك فائز اسم المرسل وتوقع كذلك الحالي أحبتي في هذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم نجران تسع شوال ألف وارمائة واربعين واربعين أخي العزيز السلطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبلغك تحياتي الأخوية الأخوية وسلام العاطر وأنقل لك تحيات كل أفراد الأسرة الذين يتمنون أن تبلغك هذه الرسالة وأنت في أسعد حال متمتعا بالصحة والعافية لقد وصلتني هديتك الغالية التي أثلجت صدري وأدخلت على قلبي الفرحة على قلبي الفرحة والسرور وأنا الآن أستمتع بهذه الموسوعة العلمية الميسرة والتي من دون شك ستعينني على إنجاز أبحاثي وإغناء ملف تعلمي وبهذه المناسبة أتقدم لك بالشكر الجزيل والامتنان البالغ وأدعو الله أن يمكنني في يوم من الأيام من رد الجميل وختاما تقبل خالص مشاعر الأخوية بدوام الصحة والسعادة لك ولأسرتك الكريمة أخوك الداعي لك بخير سلمان حسنا بسم الله الرحمن الرحيم نسميها البسملة وكذلك في نجران تسع شوال هنا المكان والتاريخ ولدينا أخي العزيز اسم المرسل إليه اسم المرسل إليه والسلام عليكم عبارة الافتتاح ونص الرسالة يا أحبتي هو لقد وصلتني وفي الختام يا أحبتي لدينا عبارة الختام وختاما وأخوك الداعي بخير هنا اسم المرسل وتوقيعي أحبتي بارك الله فيكم الغرض يا أحبتي كذلك من عرض كافة هذه النماذج المختلفة أننا نلاحظ مرة في قرأنا في رسالة تهنية ومرة تعزية تعزية فهنا يا أحبتي مضمون الرسائل التواصلية إما أن نهنئ وإما أن نعزي وإما أن نشكر فأحبتي بارك الله فيكم لدينا ثلاث أنواع للرسائل تعرفنا عليها قبل قليل الآن يا أحبتي ننتقل إلى الخطوة التالية ألا وهي أكتب في أحد الموضوعات الآتية أولا الموضوع الأول أكتب رسالة إلى أخي الذي يسكن في مدينة بعيدة أهنيه فيها بمولوده الأول الذي سماه عثمان أو الموضوع الثاني تلقيته بالغ الحزن والأسى نبأ وفاة أحد معارفي إثر مرض عضال ولم ينفع معه علاج أوجه رسالة إلى ابنه ابنته وأعرب عن مشاعري تجاه الحديث الأليم ذاكرا الخصال المتوفى وأخلاقه الحميدة أو الموضوع الثالث أكتب رسالة إلى أحد الأصدقاء أشكره فيها على ما قدمه من مساعدة في إنجاز عمل ما نستعيني أحبتي بهذه الألفاظ والعبارات التي تساعدنا في كتابة الرسالة فعند أحبتي التعزي والموساة نستفيد من هذه العبارات تظاهر على الشاشة أمامكم لدينا ثلاث عبارات وإن كانت يا أحبتي رسالة للشكر نستفيد من هذه العبارات أشكر لكم وكرر شكري وإن القلم يعجز عن شكركم وإن كانت يا أحبتي ألفاظ أو إن كانت رسالة للتهنئة فنستفيد يا أحبتي من هذه العبارات وقدم لك أخلص التهاني إنها لبشرة سعيدة ومناسبة كريمة وهكذا إذن هذا هو واجبنا يا أحبتي أكمل حل النشاط السابق الذي في صفحة 316 و317 نفذ ذلك يا أحبتي ونكتبه في كراسة الواجب وصلنا يا أحبتي إلى نهاية درسنا شكرا لكم لتفاعلكم لا تنسوا يا أحبتي كتابة أحد الموضوعات التي أخذناها لتطبيق ما تعلمناه شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله